هو بيشاور كده وبيقول كله هنا كله بالدماغ ان هي دخلت في فراش كل القادة والزعماء العرب بعرفش المولية المفترية ده بتصحها منين عشان خطر تعمل كده مع كل الناس ده احنا كده صحتنا ضعيف برضو في الاخر هتمشي تطلع بره بسم الله والحمد لله اما بعد اعزائي المشاهدين الكوزينين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة هقول فيه ومعليش للأسف كلمتين بلاس 18 اي فيميل او اي عيل صغير وزير خارجيتها احمد عطاف وده نادرا ما بينقول اي اسماء لاي مسؤولين من اي مكان في الكوكو هنا في الكوزينة البدينة لكن الراجل ده صراحة يستاهل نقول اسمه النهار عمل اي كوزينة احمد عطاف كان لكي سيدي ان هو لم حوالي شوية ممثلين للدول العربية والاسلامية اللي بتدعم القضية الفلسطينية لانه في دول تميين احنا عارفين بيدعمه بس بيدعمه الطرف الاخر المهم عطاف لم ممثل الدول العربية والاسلامية في مؤتمر اممي عن الحوار والتعايش بين الحضارات واعترضوا على حضور وزيرة خارجية الكيان الصوص السابقة سيبيليف دي وجل بكل وضوح لمنظيم المؤتمر تعايش ايه؟ وحوار ايه؟ مع مين؟ لولي الحيزبونة الحربوة دي مين اجابها انا؟ وفيما يلي عزيز المشاغب عرض لك خمس صور منهم اول صورة واحمر عطاف لامم حوالي ممثل الدول العربية والاسلامية اللي بتدعم نفس الجضية الصورة البعدية لما هو والناس اللي معاه استدعوا احد منظيمي المؤتمر في الشبونة وشرحوا له اعتراضهم على حضور الحربوة دي للمؤتمر الصورة اللي بعديها لما راح نفس الراجل للحربوة دي ومجاليلها امشي طلعي برا الصورة اللي بعديها لسيبيليفني وهي بتجر ازيال الخيبة وهي بتغدر القاعة اما اخر صورة فالاحمر عطاف هو مجابة للناس وهما بيقول له خلاص طراضوها هو بيشاور كده وبيقول كله هنا كله بالدماغ حوار ايه وتعايش ايه مع شوية الرمم اللي نزدين ضرب وطلطيش وكل الناس اللي حواليهم عشان بس هم يقدروا يعملوا كده ولو اي حد مش هقول لك ضرب عليه لو حد تفع عليه هيقول لك ده معادات السامية ومعادات الملوخية هزي الحيزبونة الحربوقة اللي على حد قولها وعلى لسانها عشان خاطر ده قذف بس القذف ده بيبلل المحصنات الغافلات مش لدول دي الست بتعترف بذات نفسيها ان هي دخلت في فراش كل القادة والزعماء العرب بعرفش الملية المفترية ده بتصحها منين عشان خاطر تعمل كده مع كل الناس ده احنا كده صحتنا ضعيف ولا يمكن احنا ما بنخدمش الجضية بصحتنا زي ما هي بتعمل المهم انو هزي الحيزبونة كانت بتخدم في فترة ريال شارون ويهود أولمرت وكانت هي زعيمة المعارضة في بداية ظهور النيتينياو من اوسخ الناس الصهاينة واكثرهم عنصرية وكانت واحدة من اصحاب فكرة جدار الفصل العازل في الضفة الغربية ومن هنا عزي المشاغب نقدر نقول انه اليزائر قلعة للحرية والاحرار ومدرسة لاعادة التربية والتأهيل والاصلاح هتشتغل مع شارون هتشتغل ضد نتنياهو هتشتغل في المساد برضو في الاخر هتمشي تطلع برا هتروح تستخبى كده علشان تحضر في القمة الافريقية ولا هتروح تستخبى كده علشان تحضر منتدأ الحوار والتعايش انتو لا ليكو في افريقيا ولا ليكو في الحوار ولا ليكو في التعايش ولا ليكو اي حاج امشي تطلع برا انا مش عارف السهاينة اخر ما هيغلبو مع الجزائر هيعملو في عين الجزائر والجزائرين زي اللي مجاعدينهم كده وعملين ينطيفوا في شعر شربهم وفي شعر دجنهم شعراية شعراية والمشكلة انو التانيين لا طيالينهم ولا عارفين يعملو فيهم حاجة بس والا هنا عزيزين المشا joue بالنيفين خصت حاجتنا الجميل النهاردة بنا تكون علي باتكم لايك للفيديو اشتركوا في القناة تابعونا عشان توصلكم كل الحركات والبناطية القادمة